شارك سمو شيخ عبدالله بن زايد آل انهيان وزير الخارجية في اجتماع السوداسية العربية الوزارية مع معالي أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية وضم الاجتماع إلى جانب سموه صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية ومعالي شيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية ومعالي سامح شكري وزير الخارجية المصرية ومعالي حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية وبحث الاجتماع الذي عقد اليوم على هامش أعمال اجتماع المنتدى الاقتصادية العالمي في الرياضة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خاصة في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية والأمنية وجهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وسبل صون السلم والأمن الإقليمي والدولية